تصدع جديد يضاف لجدار العلاقات بين المصرف المركزي بطرابلس مع كل من المجلس الرئاسية وحكومة عبد الحميد تبيبة على خلفية ما قيل إنه تصرف محافظ بطرق غير قانونية بودائع المصرف في عدد من الدول الأوروبية باختصار شديد هؤلاء مش هنتكلموا في أوضاحهم ونحلل نقولوا إن هؤلاء سينتهي هذا الصراع بذهابهم هم الأثنين وكل الأجسام التي تدور في فلك ومع تفاقم الصراع بين السلطة والمال هددت مجموعات مسلحة موالية للحكومة في طرابلس باقتحام المصرف المركزي الأمر الذي دفع المحافظة للاستعانة بالدعم الأمريكي طلبا ليد العون نلاحظ أن معدلات التضخم زيادة كبيرة جدا أصبح جزء كبير من الليبيين نسبة كبيرة جدا من الليبيين الآن تحت خط الفقر نشاهد الآن وحتى مصر في بالمركز نشاهد أن من شهور لا توجد سيولة في المصارف والآن صراحة الوضع سيء نتيجة وجود هذه الأجسام الغير شرعية مزاعم السلطة المركزية ينفيها مراقبون ويرجحون أن جوهر الخلاف يرجع إلى تقارب الصديق الكبير مؤخرا مع مجلس النواب مخاوف تدور في أذهان الليبيين في أن يؤثر الصراع بين محافظ مصر في ليبيا المركزي والحكومة على الأوضاع الاقتصادية ليجد المواطن نفسه ضحية في صراع المال والسلطة عبد العزيز الفاخر قرنة الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر